بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا بحضراتكو في المحاضرة قوم حامسة هنكمل الجزء بتاع الكلينج والدسينفكشن والستيروليزيشن المرة اللي فاتت اتكلمنا على البرنسبلز بتاعة كل ميثود منهم اتكلمنا على الكلينج هو ايه اتكلمنا على الديسينفكشن وايه انواع المضاهرات اللي احنا بنستخدمها وايه ميزة وعيوب كل نوع انواع الديسينفكشن هاي ليفل وانترميديت ليفل ولو ليفل اتكلمنا على الستيروليزيشن وانواعه النهاردة بقى هنتكلم بالتفصيل على اللي بيحصل في قسم التعقيم المركزي او في قسم المناظير يعني النهاردة هنتكلم المحاضرة هتبقى براكتيكالي اكتر احنا شرحنا الجزء النظري المرة اللي فاتت وهو فيه شطر في الابك على الكلينج والدسينفكشن والستيروليزيشن وفيه شطر على الاستيريل بروسيسنج اللي هو قسم التعقيم المركزي السي اس اس دي تمام وفيه شطر للمناظير تمام الجزء بتاع الكلينج والدسينفكشن او الهاي ليفل دسينفكشن بتاع المناظير انا جبته معايا هنا في المحاضرة عشان احنا خلصنا الجزء ده كله الجزء ده كله بيجي فيه 18 سؤال في الامتحان وانا رأيي ان هم 18 سؤال مضمونين يعني سهل جدا ان احنا ناخد الدرجة بتاعتهم ان شاء الله ماشي لو فيه اي حد معاه اي كومنت او اي حاجة مش مفهومة احنا ممكن نبقى نشرح اي حاجة تانية مش مفهومة بعد كده يعني انا عارف ان المحاضرة فيها المحاضرتين دول فيهم كلام حفظ كتير بس هو مع الممارسة ومع ان احنا نقرأ المحاضرات اكتر من مرة او نسمع record مرة كمان هتلاقينا الموضوع بقى سهل ان شاء الله تمام هنبدأ بقى النهاردة بالcleaning قسم التعقيم المفروض ان هو at least يتكون من 3 مناطق تمام اولهم الاريا بتاعت الcleaning ودي لازم تبقى physical separated عن باقي الاريات تمام يعني لازم تبقى معزولة عن باقي الاريات لو هو دي بتبقى في قوضة الوحدة ها مسلا او في قسم الوحده ماشي تأول نقطة النقطة التانية كinfrastructure انها بتبقى negative air pressure ضغط الهوى فيها بيبقى سلبي تمام قوضة سالبة الضغط بيمشي عليها نفس اللي بيمشي على غرف العزل الاري تشينجي بيراور بيبقى من 6 ل 12 الدلتا بي بيكون اثنين ونص باسكال تمام ولازم طبعا كل ده بيبقى منتورد ماشي هي جواها بقى جوا الاريا نفسها بتاعت الcleaning هي ممكن تتقسم مناطق ممكن يبقى في اريا للريسيفنج اريا للاستلام استلام الادوات واريا للكلينج اللي هو غسيل الالات والادوات واريا للدراينج للتكفيف واريا للإنسفكشن لفحص الالات بعد ما يحصلها كلينج شاء لو قالها لسه كنتمنيتد او ما تغسلتش واسترجع تاني فهي جواها ينفع نقسمها الكذا اريا ولكن هي عن باقي الاريات بتاعت قسم التعقيم لازم تبقى معزولة الوحدة يبقى اريا للكلينج اريا للستيريليزيشن اللي بيبقى فيها بيحصل فيها الباكينج وبيحصل فيها التعقيم بيبقى فيها موجودة الاتوكلاف يعني والاجهزة بتاعت التعقيم واريا تالتة للتخزين ماشي طيب نبدأ باول اريا اللي هي الكلينج قلنا الكلينج هو ايه زي ما شرحنا المرة اللي فاتت هو the removal of foreign material اي تيشو اي اي organic material اي بلاد موجود على الالة احنا بنشيله بنشيله عن طريق ايه بنشيله عن طريق ان احنا بننقع الالة دي في المنظف انزيمي وقلنا بنركز على ثلاث حاجات في موضوع المنظف الانزيمي ده بنركز على time بنركز على temperature تلاتة دول بنستخدمهم حسب تعليمات الشركة المصنعة تمام وطبعا اثناء النقع بيحصل اللي هي ايه العملية الغسيل بالفرشة علشان ايه نساعد في ازالة اي اي تيشوز موجودة او اي material موجودة على الالات لو الالات فيها channels او فيها قنوات بندخل او بندخ المنظف الانزيمي او بندخ مية عن طريق مصدس المية من جوة channels دي علشان ننظفها من جوة ماشي ده القصة بتاعت ايه القصة بتاعت الكلينج طيب في حاجة يعني قبل ما يحصل كلينج في قسم التعقيم المركزي نفسه في حاجة اسمها point of use كلينج او الpreكلينج تمام ايه هو الpreكلينج ده اننا الكلينج بروسس بتبدأ نفسها من عند الانديوزر من عند الشخص اللي بيستخدم الالات تمام لو هو عنده مكان ينفع يشطف في الالة يشطف احنا مش هنقول هنا يغسل الكلينج بيغسل في قسم التعقيم احنا دلوقتي هيعمل بريكلينج يعني بريكلينج يعني لو الهل عليها بلود من برا عليها مش عارف عليها اي تيشوز لو هو جار مثلا كان واخد في ساكشن او واخد فيها اي باضي في لوود يشيله او يكبه يعني في مكان معين لو عنده حض محصص للقصة دي تمام او زي ما بيحصل مثلا في قسم المناظير بعد ما بيخلصوا باستخدام المنظار بييجي كده ماسك تيشو او ماسك اي شاش او اي حاجة يكون مبلول باستيرال سالين او بمنظف يمسح الصبح الخارج من المنظار هو ده البيريكلينج او الpoint of use كلينج تمام طيب لو مفيش مكان عندك انك تعمل كده او مفيش مكان انه يحصل كده يرش عليه ده فوم او ده منظف انزيمي ready to use بنرشه على الالات بعد الاستخدام مباشرة تمام طيب وظيفته ايه وظيفته انه هو بيمنع ان الدم او التيشوز تنشف على الالات لان لما الدم او التيشوز دي بتنشف على الالات الكلينج بتاعها بعدين بيكون صعب جدا في قسم التعقيم يعني بنزود لها تركيز منظف الانزيمي بتقعد وقت اطول وبتاخد طايم اكتر في عملية ايه في عملية الكلينج فهو احسن حاجة انها تتعمل ان احنا نرش المنظف الانزيمي ده على الالات بعد الاستخدام مباشرة كان فيه قبل كده بياخدوا الالة او بيحقوا الالات دي ينقعوها في مية وصابون وينقلوها بالمية والصابون دي يودوها لقسم التعقيم طبعا الموضوع ده ريسك كبير جدا لانه ممكن يحصل سبيلز هو ماشي ممكن تتكب منه المية دي طبعا دي كونتامينيتد فبالتالي دي بقت سبيل ماشي دي اول نقطة فالريسك كونتامينيشن هنا عالي النقطة التانية ان نقع الالات في المية والصابون او المية والمنصف بيزود بيقلل من العمر بتاع الالات بيخلي الالات الصابة بتاعها يبقى اسرع بالالات بتبتاكل اسرع وهكذا فالأيديا لان احنا نستخدم المنظف الانزيمي ده ويفضل لو حضرتك تبقى مسؤول عن القصص بتاعت انك انت بتشتري المنتجات بتاعت قسم التعقيم انك انت تجيب المنظف الانزيمي اللي هو ده الفوم ده او الجل ده تجيبه من نفس الشركة اللي انت هتستخدم فيها المنظف الانزيمي اللي انت هتشتغل به في قسم التعقيم في عملية الكلينيك تمام علشان ما تبقاش انت بتستخدم هنا اه برو دكت وهنا برو دكت ماشي يعني ده ده الايديال ده الايديال تمام ولكن ينفع انك انت هتستخدم اه منظف الانزيمي او جل من شركة وتستخدم فوم من شركة تانية ينفع ولكن الايديال انك انت هتبقى مختار للاثنين من نفس الشركة عشان يبقى ايه نفس الماتيريال اللي موجودة في كل واحدة فيه ماشي طيب ده اول حاجة اللي هو البيري كلينيك طيب الكلينيك يا اما بيحصل ده طبعا المنظف الانزيمي اللي احنا قلنا عليه الكلام ده كله شرحنا المرة اللي فاتت نحنا بنستخدم افضل حاجة نستخدمها نحنا نستخدم نيوترال دي تيرجنت اللي هو بيكون البي اتش بتاعته سبعة او يبقى الكلين بس ايه سلايت لالكلين كده يعني قريب للنوترال ده ايه ده البرفكت تمام طيب الكلينيك بيحصل يا اما مانيوالي يا اما مانيوالي زي ما شرحنا كده يا اما باستخدام الالات طيب المانيوالي المانيوالي اول حاجة قبل ما نتكلم في الكلينيك نتكلم في الريسيفينج انت قسم العمليات مثلا جايب لك الالات عشان يعقمها في قسم التعقيد المركزي اول حاجة بتحصل هي الاستلام وده بيبقى له دوكيومنت بيبقى له دفتر دفتر الاستلام بنعد الالات اللي احنا استلمناها وبنفحصها بنفحصها ايه بقى لو فيه الى دامجد او الى نقصة يعني هو جايب لك مثلا صينية صينية عمليات فيها خمسين ايتم انت بتراجع على الخمسين ايتم دولة او الخمسين الى دولة اهلا اهلا لو فيه اهلا مش موجودة لو فيه اهلا بايزة ماشي اهلا فيها مشكلة فيها مال فانكشن ليه علشان ما يجيش بعد كده يقولك ده انت اللي بواستها ده انت اللي بواستها او انت اللي ضيعتها ماشي طيب لو اهلا بايزة او اهلا نقصة من الصينية دي من الخمسين اهلا دول بتبلغ الشخص اللي بيسلمك وتبلغ المشرف يعني مشرف التعقيم لو هو شخص مثلا لو هو فني تعقيم اللي بيسلم ده يبلغ المشرف بتاعه والمشرف بتاعه يبلغ مشرف العمليات او مشرف القسم اللي بعت الالات دي احنا ضربنا مثال بصنية عمليات يبقى يبلغ مشرف العمليات ليه ممكن الالة دي تكون منسية بطن عيان تمام تمام بعد يبقى سنتنا فدي اول حاجة طيب لو الالة بيزة او الالة فيها مشكلة مكسورة او فيها اي حوار برضو بيحصل نفس نظام الابلاغ بس هنزود هنا بروسيس اللي هي ايه ده ان احنا بنركن الالة دي لحد ما نتواصل مع الشركة بتاعتها ماشي او اي سواء كنا احنا بقى بيبقى ديريكت كونتاكت او عن طريق البيوميديكال على حسب سياسة الدنيا عندك والمستشفى ماشي ازاي ماشي طيب الالة دي السؤال الالة دي اعقمها ولا اعمل فيها ايه الشركة هي اللي تقولك يعني لو لو انا هبعت الالة دي عشان تتصلح في الشركة نفسها هو اللي هيقول لي اغسلها او ما تغسلهاش او عقمها او ما تعقمهاش او ابعتها على كده بس الكلام ده لازم يبقى لازم يبقى تمام لان هي لو قالك ابعتلي الالة على كده من غير ما تغسلها ومن غير ما تعقمها دي خلاص دي قالها انفكشوص دي قالها معدية فانت هتاخد بقى معها تمام سواء كان في الشحن او كان في التسليم والتسلم والكلام ده ماشي لقى لك والله يغسلها وعقمها وابعتها لي يبقى هو المسؤول بقى كده او الالة دي ما تصلحتش او الالة دي هصلها مشكلة يبقى هو المسؤول تمام فلازم الكلام دي يبقى دي تخلي بالك من التكاد دي عشان هي دي اللي بتعمل مشاكل ماشي طيب استلمنا وسجلنا الالات والحمد لله كان اعلادهم صحيح ما فيش حاجة نقصة ما فيش حاجة بايزة بياخدها بقى ينقعها في الايه في الحوض اللي هو ده تمام دي الاحواض اللي هي الاحواض اللي هي الاحواض اللي هي العملية لازم الحوض يبقى واسع اللي هي بتاعت النقع النقع تمام طيب السوكينج او النقع ده بيحصل ازاي المفروض الحوض ده هو الموس واضح انا وبشاور الموس واضح يعني انا لما بتحرك بالموس كده الموس واضح في الحركة بتاعتهم واضح دكتور واضح تمام جميل الحوض ده يقام ما يبقى مدرك بالليترات علشان احنا قلنا ايه قلنا في concentration اللتر مثلا بتحط له 10 ملي من المنظف الانزيمي او انت هتحدد بقى هتحط مثلا هتملا مثلا 20 لتر وتبقى محدد او معامل علامة مثلا في الحوض ان مثلا 20 لتر الحد هنا فال20 لتر دول مثلا انت بتحط لهم مثلا 200 ملي من المنظف الانزيمي فدي اول نقطة تمام يبقى ده الحوض الايديال اول حاجة الحوض الايديال بتاعة الكلينج طيب الحاجة التانية الفني اللي بيكون شغال لازم يبقى لابس فول بي بي اي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الفني اللي بيشتغل لازم يكون لابس فول بي بي اي لابس جاون طيب لابس جاون تمام وعلى الجاون ماكنتوش اللي هو البلاستيك اللي من بره دي اللي هي علشان تقلل عملية اللي هو الرزاز اللي بيحصل من عملية الغسيلة عشان ايه عشان تحمل جاون كمان علشان مايتبلش وهو شغال تمام ولابس ماسك سيرجيكال ماسك ولابس فيس شيلد او جوجل ولابس اوفرهيد ولابس تحت بوت تمام ولابس جلافز ومش ده بس الجلافز كمان في الجلافز الهيفي ديوتي علشان القصة بتاعت ايه بتاعت النيدلستيك وشارب انجرز لان هو بتعامل مع آلات حد فممكن الجلافز ده الواحد وغير كافي الجلافز ده بس ممكن يعوره يعني ممكن الألة تخترقه وتعور الفني اللي شغال برضو نفس القصة تحت مينفعش يبقى لابس اوفر شو لازم يبقى لابس بوت ليه عشان لو قلة وقعت منه برضو متعوروش فلازم هنا يبقى لابس فل PBE وزي ما قلنا الديزاين بتاع الاريا لازم يبقى نجة في ماشي طيب دي بقى ايه دي الالة اللي هو بيغسل بها وفيه بيبقى معها مسدس مية تمام قلنا عشان القنوات او الالات اللي فيها في الصور أنا جايبالك وهو علشان الحاجات اللي فيها قنوات من جوه بيضخ فيها المية في الرنز يعني عن طريق مسدس المية عشان يشطف الالة من جوه طيب نرجع ثاني احنا الالات بنحطها هنا بننقعها هنا قلنا على حسب تعليمات الشركة المصنعة بتاعت المنظف الانزيمي وبنغسل جوه الحوض ما بنطلعش الالة برا لحض ونغسلها لا الالة وهي منقوعة هنا بنستخدم الفرش بتاعتنا ونقعد نغسلها طيب طبعا الفرش بتبقى فرش نعمة ما اللي هي الفرش اللي ما تجرحش الالات ماشي طيب الحاجة التانية ان احنا لو في حاجة فيها قناة بنضخ جواها المنظف الانزيمي يعني ممكن تستخدم سيرينج خلصنا خلصنا بننقل على الحوض التاني اللي هو بيبقى جنب دا كده حوض تاني بتاع شاطف بنشطف في الالات دي علشان نشيل اي رواسب للمنظف الانزيمي موجودة تمام وبرضو الالات اللي فيها بنستخدم برضو ياما سيرينج نضخ بيها ياما مسادس المية اللي احنا شفنا ماشي خلصنا خلص القصة دي بنخش على الاريا اللي بعدها او القصة بتاع دا الانسبكشن ماشي دا المانيوال المانيوال كيلينج تمام ايه امثل على الالات اللي احنا ممكن نغسلها مانيوالي الالات الابثلمولوجي الالات بتاع العيون الميكرو سيرجي الانسترومنس اللينس الانسترومنس الفيليكسابول والسيم ريجيد اندسكوبس تمام دي امثلة على الحاجات اللي احنا ينفع نغسلها مانيوالي بيقول لك الالات 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 اللي هي صعبة انك انت الالات صعبة للتنظيف اللي هي الغسالة مش هتجيب فيها كل المناطف الاسهل او الافضل انك انت تغسلها مانيوالي عشان تبقى ايه وصلت اكبر قدر من السيرفيس اللي موجود على الالات ماشي طيب هنا بقى الفرش اللي احنا قلنا بنستخدمها في عملية الكلينينج بيقول لك منظمة من المنظمات اللي بتنزل الخاصة بالتعقيم والخاصة بالعمليات احنا طبعا الاغلب كله بيستخدم فرش بيعاد استخدامها تاني يعني مش حد بيستخدم single use should be بيكن من اتليست ديلي or more frequently as needed تمام الافضل او الاجيال بعد كل استخدام انك انت تعمل لها تعمل لها تعمل لها تعمل لها بتغسلها بتشطفها وممكن تنقعها في مادة مثلا زي الكلور تمام وطبعا الحوض اللي احنا شايفين الحوض بتاع الغسيل والحوض بتاع الشاط فلازم يحصل لهم cleaning at least daily او برضو الاجيال بعد كل استخدام ماشي بس بعد كل استخدام دي ان احنا نغسل الحوض بعد كل استخدام تبقى صعبة شوية at least daily او بيرشفتي تمام طيب هم وانا يعني على اي اساس هستخدم المني والcleaning وهستخدم ال automated cleaning على حسب تعليمات الشركة المصنعة بتاعة الالات يعني الشركة هي اللي بتقول لي الالة دي ينفع تدغسل manual او ينفع تدغسل في الووشا او ينفع تدغسل في الالتراسونيك او ينفع تدغسل في التلاتة او ينفع تدغسل في اي واحدة منهم تمام فانا دايما بمشي في الحاجات دي على تعليمات الشركة المصنعة علشان ما بوصش الالة تمام وبرضو المنظف الانزيم المستخدم في شركات او الشركات الكبيرة بتقول لك buy name كده بالbrand name ينفع تستخدم انهي شرك يقول لك تستخدم الاندوزايم تستخدم السيدوزايم مش عارف تستخدم بيبقى جايب لك كده في اليوزر manual بيبقى جايب لك listة كده بالمنظف المنظفات الانزيمية بتاعت الشركات اللي هي مناسبة للالة دي ماشي فدايما خلي بالك اليوزر جايب ده مهم جدا انك انت تقرها علشان انت بقى عارف كل حاجة طريقة التنظيف المواد اللي هتستخدمها في التنظيف المواد الممنوعة انك انك انت بتشتغلش بيها زي ما شرحت لكو قبل كده المحاضرة اللي فاتت البروب بتاع الجهاز الصنار اللي كانت تاكل من الكحول ماشي طيب احنا قلنا بنركز في القصة بتاعت المانيوال كلينج على تلات حاجات temperature والconcentration والtime التلاتة دول لازم يبقوا documented يعني لو هو مثلا شركة بتقولك او المنظف الانزيم الشركة بتاعته بتقول اننا بخففه مثلا واحد مليا على اللتر وبستخدمه في درجة حرارة من تلاتين لخمسين والcontact طيب لمدة خمس دقايق لازم الكلام ده يبقى documented طبعاً هيبقى فيه instructions for use انت بتبقى معلقها للاصطف عشان يشتغلوا بيها ودرجة الحرارة لازم تبقى monitored والsolution ده بيتغير بعد كل استخدام يعني ماينفعش اننا حضر ال enzymatic detergent اول اليوم وسيب والناس تنقع فيه وتغسل وتشطف وبعد كده ايه يخلصوا اول cycle بعد كده يحطوا الات تانية ويشتغلوا لا مافيش الكلام ده بيتغير او المنظف الانزيمي ده بيتغير او solution ده بيتغير بعد كل استخدام ماشي في ناس بتلاقيها بتقعد هو بيحضر مرة واحدة بس اول shift يستخدم الشفط كله طبعا الكلام ده مش صح اولا هتلاقي درجة حرارة مزبوطة وهو هيبقى contaminated وهيبقى يعني خلاص هو اتمال بقى material يعني هو اصلا بقى infective تمام فهو الافضل ان هو يتغير او مش الافضل هو الصح ان هو يتغير بعد كل استخدام ماشي طيب في الات زي الات العمليات يتحق لها زيت يتحق لها lubricant عشان يحفظ على الحدة بتاعتها برضو بنستخدم او بنتبع instructions for use هل هو بيتحط امتى بيتحقط كمية قد اي لازم برضو بنستخدم بنتبع تعليمات الشركة المصنعة بتاعت الالات دي ماشي والرنزنج بيحصل بعد ما خلصنا خالص وطبعا بيحصل drawing بس احنا لسه هنتكلم على drawing في الاخر يحصل بحاجة من الاتنين اما عن طريق مسدس هو مسدس هو بيكون شغال بتنشف بي او عن طريق Lint-free close Lint-free افضل ماتيرة بنستخدمها هي Microfiber Microfiber هي Lint-free Microfiber دي لها مزتين في عملية الcleaning عموما يعني انت دائم من اي حد يسألك في المستشفى هتشتري هتشتري مثلا فوط علشان تنشف بيها في التعقيم او فوط علشان الناس تطهر بيها في الenvironmental cleaning دائما اختار Microfiber لها مزتين الميزة الاولية مش بتطلع fiber فبالتالي بتحفظ لك على الاريا نظيف clean مش بتزود contamination لان الiber زيادة contamination يعني القطن ما ينفعش ماشي دي اول نقطة النقطة التانية مزيتها ان هي الشحنات بتاعتها موجبة والحاجات الشحنات بتاعتها سالبة فطبعا الاحتكاك بين السالب والموجب بيزود القصة بتاعت الcleaning تمام فدايما استخدم الحاجات الميكرو طيب نخش بقى الميكانيكا الcleaning الميكانيكا الcleaning ان انا باستخدم ووشر باستخدم الغسالة زي غسالة اللباء اللي عندي في البيت والوشر هنا لها انواع فيه غسالات بتغسل بس وفيه غسالات بتغسل وتغسل 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 تمام وبرضو فيه انواع مختلفة من التأثير يعني فيه آلات بتغسل وتطهر عن طريق البستوريزيشن تمام اهو بيقولك ممكن تستخدم ثيرمل اللي هي هتغسل وتطهر عن طريق البستوريزيشن درجة الحرارة بتاع العالية او كيميكال زي الغسالة بتاعت المناظير غسالة المناظير بتغسل وتطهر عن طريق الكيميكال او عن طريق السايدكس تمام فعلى حسب نوع الغسالة اللي انت بتستخدمها او اللي انت مشتريها وممكن تكون تجايب بتغسل بس مش لازم تغسل وتطهر يعني ماشي وفيه النوع ثالث هو الألتراثونيك طيب الميكانيكال كيلينيج ايهما افضل المانيوال كيلينيج ولا الميكانيكال كيلينيج لو ألات صعب انك انت تغسلها او صعب ان هي difficult for cleaning المانيوال كيلينيج بكلها افضل ولكن عموما عموما الميكانيكال كيلينيج افضل افضل من المانيوال ليه علشان الvariation ده الغسالة دي او الجهاز ده او المكنا دي هي فيها بروجرام معروف ولي تايم معروف ولي بروسس معينة وطالما انا محافظ على المحافظ على الغسالة اعمل لها كل الصيانات الدورية بشتغل السيكل بتاعها صح فبالنسبة لي ده الافضل تمام لكن الvariation في المانيوال بييجي منين ان شخص competent وشخص non competent او شخص competent بس بيكبر دماغه مش بيغسل الالات كويس او عنده زحمة شغل النهاردة فمش فاضي يعمل نسبكشل لكل الالة ومش فاضي انه ينقع بدل ما بين اعخمس زائد ينقع ثلاث دايق عشان ينجز تمام فدايما لكن في الميكانيكا الكلينج مش هيقدر يعمل كده هو يفط الالات وهي الغسالة لها سايكل معينة لها تايم معين هتخلص فدايما الميكانيكا الكلينج افضل من المانيو والكلينج الا لو كانت الآلة زي ما قلنا difficult to clean او الشركة بتاعتها بتركومند ان هي يحصل لها مانيو والكلينج متتتحطش في ايه متتتحطش في وشر ماشي طيب برضو نفس القصة بنتبع التعليمات بتاعت الشركة المصنعة بتاعت الغسالة بالنسبة لللود وبالنسبة للأكسسوريز اللي بتستخدم وبالنسبة للسايكل اللي انت بتستخدمها لكل حاجة وبالنسبة للطايم برضو ماشي طيب البرفينتف منتنس هي اما حاجة الغسالات والصيانة الدورية في حاجات بيعصل لها صيانة يومي حاجات بتشيك عليها دايلي في حاجات ويكلي وحاجات منطلي وحاجات الشركة هي بتيجي تعملها وفي اكسسوريز معينة عايزة تتغير في الغسالة وكده الشركة بتيجي تعمل لك الآلات دي تمام طيب في حاجة تاني اللي هو مين يبقى عندنا غسالات عندنا manual وعندنا استخدام الwooshers وعندنا ultrasonic ايهو ultrasonic ده ultrasonic ده هو عبارة عن جهاز بيطلع موجات صوتية high frequency waves ماشي الموجات الصوتية بتعمل ايه بتعمل bubbles يعني دي المكان بتاعه اللي تحط فيه الآلات ماشي وده بيبقى فيه مية ومنظف انزيمي بتطلع هنا موجات صوتية او بتطلع الموجات اللي هي high frequency waves بتعمل bubbles البubles بتعمل خلخلة في organic materials اللي موجود على الآلات فبالتالي بتدوبها بسهولة تمام وده مناسب للحاجات اللي هي difficult to clean ماشي ولكن هو اضعف طريقة في الكلين يعني هو يعني اضعف يعني هو زي نحط ما نكتوب لك الالتراسوني cleaner R204 fine cleaning الكلين البسيط لكن لو حاجة heavily contaminated أو كده مش هينفع معها ماشي فدي الفكرة بتاعته باختصار برضو مش بنستخدمه لل 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 الالات اللي هي ممكن تتكسر بسهولة أو كده فلازم برضو بنتبه تعليمات الشركة المصنعة هل ينفع نستخدم الالة دي في الالتراسونيك ولا لأ برضو من المهم ان نعمله البرفينتف منتصب بتاعه وليه طرق للمونوترينك ماشي ال AORN برضو نفس القصة بتقولك الالتراسونيك cleaner should be imbedded cleaned and disinfected at least daily or after it use ماشي فالحاجات دي برضو بتاعت الcleaning لازم نخلي بالنا منها علشان الاشخاص يبقوا مركزين كي برضو نفس القصة الcleaning solution اللي بيبقى معطوط لازم يتغير بعد كل استخداد ماشي طيب دي الغسلات اهي ده شكل الغسلة دي الحاجات بتحق فيها بالطريقة دي طبعا هي الغسلات في منها انواع وفي منها احجام كتير وفي منها برندات كتير جدا تمام وفي منها اللي هي single door وفي منها double door وفي منها اللي زي ما قلنا بيعمل cleaning بس فينا يا عم من الصبح انا بقول بعدتلك بتعارب لساعة كده ما سألتش الترى sonic mechanical wash for cleaning only or disinfection or both only for cleaning على فاكرة هي مكتوبة هتلايا مكتوبة of the slides استنى كده بص يا سيدي basic ultrasonic cleaners are not meant for final disinfection or sterilization ماشي بيقولك في new models منها بتعمل thermal disinfection يعني بتستخدم الحرارة في عملية التطهير ولكن ultrasonic cleaners ultrasonic عموما جهاز من أجهزة cleaning فقط تمام فممكن ينزل موديل جديد منه يبقى جاي لك مسلا ربنا يكرمك في المستشفى عندك يجيبو لك موديل يكون بيعمل الاتنين بيعمل cleaning disinfection ولكن هو استخدامه عموما cleaning بس هو طبعا السلايدز علشان أنا ملخص الابك فهي فيها الكلام كتير بس أنا بحاول أقول دايما الخلاص أو أنا بشرح دايما من اللي يعني بشرح لكم اللي هو الكلام موجود عندك شاء لو جيت لك في سؤاد لأن ساعات في الامتحان بيجيب سلام بين السطوع تمام طبعا طبعا أنا عايز الحتة بتاعت يعني زي ما قلنا الووش في منها بيستخدم يعني عن طريق أو بيستخدم ال 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 اللي هو مين اللي هي ال 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 اللي هي الغسالات بتاعت 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 المناظير المارينة ماشي طيب أنا عايز الحتة بتاعت المونيتورينج بعد ما خلصنا القصة بتاعت ال سواء كان مانيوالي أو كان اوتوميتد بنخش على وخلصنا عملنا دراينج اللي بعد كده الانسبيكشن إن أنا بفحص الآلات دي تمام الانسبيكشن الغرض منه إنك إنت لو قال ما كانتش متنظفة كويس أو ما حصل لها انك إنت ترجعها تاني يحصل لها تاني لأن زي ما قلنا في المحاضرة اللي فاتت إن أهم أهم تدي الكلينيشن دي كلها هي الكلينيشن لأن وجود الورجانيك ماتيريال على الآلات بيعيق عملية الديس انفكشن أو الستيرولايزيشن تمام فلو قال مش نضيفة كويس بترجع تاني على الكلينيشن تاني فبيحصل لها كلينيشن مرة تانية طيب الانسبيكشن ده بيحصل عن طريق كذا طريقة أشهرهم بتشوفها اما عن طريق ال direct يعني بال naked eye أو عن طريق آلة زي كده تمام دي بتبقى زي عدسة مكبرة كده بتعدي الآلة من قدامها فبالتالي الآلة بيبالك بقى فيها حاجة ولا ما فاش حاجة أو كده ماشي دي أول طريقة طيب الطريقة التانية فيه بيبقى زي نظام كاميرا بتخش بقى ايه دي بتستخدم للمناظير والآلات اللي فيها channels ماشي بتبقى حاجة كده في آخرها يعني زي كده زي loop كده في آخر وكاميرا بيخش جوه بتاعة المنظار أو بتاعة أي آلة فيها قناة وبيصور جوه بيبين لك في تيشوز موجودة أو في بلد موجودة أو بضي فليوتز أو أي حاجة ولا لا تمام وفيه طرق تانية يعني ده ايه ده اول طريقة ده بتاع manual cleaning ماشي طب فيه طرق تانية زي ايه مثلا زي protein test ايه protein test ده باخد مسحة باخد مسحة من على السطح بتاع الآلة لانا عملت لها detection ده ده تمام احنا عارفين ان organic materials والبالد كلام ده كلها proteins كلها organic materials فاحنا بناخد مسحة من على سطح الآلة ونحطها زي ما احنا شايفين كده المسحة بناخدها ده بال 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 سواب ده ونحطها في المتيريال دي وبتدينا لون اللون ده على اساس التعليمات بتاعت الشركة اللي انا استخدم منها التست بتقول لك مثلا لو هو باص بيتحول من بني الازرق او من بني الاخضر او وانت بتشوف بقى بتقرى النتيجة دي باص ولا فيلد لو باص خلاص القلب بتروح بعد كده ايه للقصة بتاعت التعاقيم او التطهير لو فيلد القلب ترجع تتغسل تاني ماشي وده برضو في منه تاني واحد زي للمناظير بس طبعا الاسواب ده بيبقى اكبر لانه بيخش جوه المنظار المنظار بتاعته كبيرة او طويلة يعني فيبقى الاسواب ده طبعا طول اهو بيقول لك انه هو نواصل لتنين ونص متر انا طبعا جايب لكم البراند بتاع جيتنج جيتنج دي من من اشهر يعني شركة امريكاني من اشهر الشركات اللي بتطلع الحاجات بتاعت التعقيم سواء كان اوتوكلاف او المستلزمات بتاعت التعقيم او الانديكيتور زي او الكلام ده فيعني انا جيب لكم الحاجات المشهورة في الماركت يعني كأكزامبل بس مشاكتب يعني انت ممكن تلاقي شركة تانية هي اللي عاملة البروتين تست ده او عن طريق استخدام الكاميرا او عن طريق لو الوتوميتد او سوريا عن طريق استخدام البروتين تست ده اللي هو ايه كله بنعمل بمونيتورينج لعملية الكلينينج ماشي بنشوف عملية الكلينينج يعني حصلت بشكل كويس ولا لا طب بالنسبة للغسلات او الميكانيكا الكلينينج الميكانيكا الكلينينج بنستخدم تست يعني سيبنا من السلايد ده دلوقتي انا عايز اجيب التست نفسه عارفين الانديكيتورز بتاعة التعقيم هو بيبقى فيها لها انديكيتورز كده ده بيتحط مع السايكل وبعد ما السايكل بتخلص بانطلع ونقراء يعني ده الشكل بتاعه قبل بيقول لك عشان يبقى باص مثلا لازم المعين الأحمر ده يبقى clear زي كده تمام برضو على حسب تعليمات الشركة المصنعة يعني ايه هو بيقول لك red يعني لو المعين الأحمر ده لو انت دخلت الانديكيتور ده جوه الغسالة وطلعته ولسه المعين ده red يبقى كده cleaning process is insufficient ما حصلش cleaning هو ولكن لو بقت clear يعني بقت زي ده يبقى كده cleaning process is sufficient تمام وطبعا الحاجات دي طبعا بتتسجل recordable كل monitoring بتاع عمليات cleaning دي في كل cycle لازم يبقى تمام طيب نرجع للسلايد ده بيقول لك ده امتى امتى اعمل monitoring للغسلات تمام امتى اعملها testing عن طريق ايه عن طريق اللي احنا قلنا ده عن طريق التست اللي هو زي كده طبعا ده برضو example برضو من شركة getting فيه برضو طرق تانية في حاجات تانية يعني انا عندي في المستشفى مش بستخدم الbrand ده بستخدم حاجة تانية خالص بس نفس الفكرة يعني لون او بقى clear على حسب ايه على حسب الdireكشن بتاع كل شركة بامتى اعمل testing للغسلات لم اول ما شغلها اول ما اعمل لها installation اول ما اركبها وابدأ اشتغل بها قبل اول استخدام خالص للاغسلة لازم اجربها تمام اعمل لها testing تمام المرة الثانية during routine use each day they are used at least each day يعني انت ممكن تستخدم تعمل frequency بتاع monitoring ده او بتاع التست ده ممكن تعمله at least daily ممكن تعمله مرة كل شفته ممكن تعمله مرة في كل استخدام لو انت عايز تبقى بيه شغال ideal تمام يعني كل cycle بتغسل فيها الالات بتحط معها indicator on all cycles used او after major repairs عملت صيانة للغسالة الغسالة عطلت وانت عملت لها صيانة تمام طب امتى تاني برضو تعمل لها testing when changing to a new type of cleaning solution احنا ساعات بنرفض cleaning solution بتاعنا في المستشفى علشان بنعمل test ويطلع field تمام فبنشوف ان cleaning solution مع ال washer اللي عندنا تمام يبقى اول ما بتركبها خالص at least daily او في كل cycle او لو عملت صيانة للغسالة او لو انت غيرت المنظف الانزيم اللي انت بتستخدمه لان الغسالة زي ما قلنا بيتحط جواها منظف انزيم وهي بتسحب منه عشان تعمل عملية clinic تمام طيب نشوف الفيديو ده مع بعض سوريا انا متأسف انا قلت فيه protein test وفي ATP test الفيديو دوع ATP تمام نفس فكرة البروتين يعني هو بياخد برضو sample وبيقرها في جهاز وبيطلع له رقم على اساس الرقم ده بيقول cleaning process boss أو field على حسب برضو ايه على حسب الجايد بتاع الشركة المصنعة للtest نشوف الفيديو مع بعض هو دلوقت هو بياخد سواب من على صبح الآلة راح فين اهو بريد و Rules and procedures and Always refer to the product manuals for the product instructions for use for a system overview and detailed block throughs of additional sample collection procedures تمام يا جماعة واضح القصة بتاعت الكلينج واضحة ولا فيها اي مشكلة جميل طيب بعد ما خلصنا قلنا الكلينج والدراينج والانسبكشن الانسبكشن اريا ممكن تبقى جوه الكلينج او ممكن تبقى جوه الباكينج اريا الباكيجينج اريا على حسب الديزاين المعمول لخصم التعقيم عندك في المستشفى يعني هنا ينفع وهنا ينفع ماشي الانسبكشن الافضل انها هتبقى في الكلينج اريا او اخر اخر مرحلة في الكلينج اريا علشان يبقى لو قالة طلعت مشكلين ترجع بسرعة جدا على الكلينج ويحصل لها ريكلينج تمام طيب برضو الاريا بتاعت الانسبكشن دي برضو بنشوف فيها لو قالة مشكلين او قالة حصل لها اي دامج اثناء الكلينج او فيه ناس بتراجع بقى الشرطنس بتاعها الفنكشناليتي الانتجريتي الحاجات دي كلها تمام خلصنا القصة دي كلها نخش على الباكينج اللي هي البربيريشن اريا او الباكيجينج اريا الاريا بتاعت التغليف برضو الاريا بتاعت التغليف دي بتبقى الفيزيكالي سيبريتة فنكشنالي بتاعت الاريا بتاعت الكلينج بيبقى لها Быيبقى لها يعني ماينفعش الشخص اللي بيشتغل في الكلينج ايريا يبقى يروح بنفس البيبي اي للـ او بنفس الـ الـ scrub للـ area بتاعت الـ packaging او بتاعت الـ sterilization او بتاعت الـ steril storage الافضل انك انده تخصص اشخاص يبقوا شغالين هنا واشخاص يبقوا شغالين هنا ده الـ ideal يعني النهاردة مثلا محمد مسؤول عن الـ cleaning area هو بقى اللي هيستلم من الاته ويغسلها ويجففها ويبعتها الـ area بتاعت الـ packaging والـ sterilization الاشخاص يبقى هو لابس هنا بي بي اي ولابس scrub مختلف عن الاشخاص اللي لابسين الناحية التانية طيب لو هو انت ما عندكش عندك شورتش في العدد او المستشفى صغيره انك انت تعمل القصة دي فانت فيه واحد بس لما سؤال عن عملية التعقيم يبقى لابس الـ B-B-E اللي بيلبسها هناك مختلفة تماما عن الـ B-B-E اللي بيلبسها في الـ area دي تمام؟ طيب الـ packaging material ممكن ان احنا اللي هي الآلات بتاعت التغريف يعني بنغلف الآلات ازاي ايه الـ material اللي احنا بنستخدمها في التغليف اما بنستخدم الـ wraps اللي هو الـ wrap اللي هو سواء كان woven او non-woven تمام؟ زي الحاجات المشهورة زي مثلا وراء الكريب زي الحاجات اللي هي بتستخدم بتستخدم في عملية الـ packaging اللي هي زي سواء كانت woven او non-woven او الـ B-Bouches اللي هي قدامنا في الصورة دي اللي هي الرولات بتاعت التعقيم او الرولات بتاعت التبكيت ده الاسم المشهور بتاعها اسمها العلم الـ B-Bouches تمام؟ ودي بتبقى عبارة عن وشين وش من البلاستيك شفاف اللي هو ده اللي احنا شايفينه ده اللي بيلمع ده والوش التاني اللي هو من الورق تمام؟ ودي مناسبة جدا للآلات الصغيرة الآلات الصغيرة الآلات اللي هي ايه؟ زي ما احنا شايفين كده آلة صغيرة هنبكتها فيها لكن ما تنفعش الحاجة كبيرة زي صواني العمليات مثلا صواني العمليات هنستخدم لها ايه؟ نستخدم لها الـ wrap او هنستخدم لها rigid sterilization container ماشي؟ يبقى دولة التلات حاجات اللي احنا بنبكت فيهم مئم مراب زي ورق الكريب اللي هو الورق اللي لونه اقدر اللي احنا بنشوفه مغلفين فيه الصواني بتاعات العمليات او البل بوتش زي ما قلنا كده الحاجات البسيطة الصغيرة زي دي كده او rigid sterilization containers ماشي؟ طيب نخش بقى على طبعا الحاجات دي كلها بيبقى لها بيبقى لها specs بيبقى لها مواصفات يعني مش اي حاجة بتستخدم مش اي حاجة بت يعني بيبقى لها specs معينة كده وقصة طويلة يعني مش عايزين نقش فيها علشان ايه علشان يعني يوقت المحاضرة ماشي؟ ولكن خليك فاكر انك انت ال peel pouch هي فيها ميزة بيبقى فيها هنا منبرة indicator class 1 علشان يبقى لك الحاجات اللي دخلت التعقيم والحاجات اللي مدخلتش التعقيم الميزة التانية ان هي لو انت عايز شكل الالة تشوف شكل الالة يعني زي الالات دي مثلا الالات اللي انت بتبقى عايز انها هتبقى مفتوحة اثناء عملية التعقيم عشان الستيمي يوصل لكل اجزاءها فهو مناسب للالالات دي برضو ماشي؟ طيب مالза ان العودة نختفى الالات بتعتقول المق painted اللي فيها الالات بتاعي نختفى الالات بتاعي نختفى التعقيم الأفضل ان احنا نستخدم الاطلقة أو نستخدم الاجهزة اللي هنعقم بيها سواء كانت بلازمة أو التلقة استيمي يعني او غيره يستخدمة double door يعني ليببين باب يفتح على الارة بتاعي نق Scottish والباب الثاني بيفتح على الارة بتاعي نختفى الالات المعقمة ده ال I-DL طيب لو انت ما عندكش كده هتحاول تخلي الورك فلو دايما يبقى اه وان وي يعني انت بقى هتعمل بقى ريس كاسس ما انت عندك وتحاول تخلي دايما الورك فلو بتاعك وان وي احنا بنبقى جايبينها من الكلينينج بيبقى كله وان وي الريسيفينج ثم الكلينينج ثم الدراينج ثم الانسبكشن ثم الـ packaging ثم ال-steerilization ثم ال-steeril storage بعد دا الـ ideal تمام بزي ما كتب لك كده الـ Area Design لازم تبقى restricted access area مش اي حد يخشها الاشخاص اللي بيشغلو في تعقيم باس هم هم اللي يشتغلوه اللي بيشغلو في تعقيم باس هم ليخشوها away from the high traffic areas تمام تمام والcontamination فيها scrub up sink فيها حوض لغسيل اليدين ماشي طيب ايه تاني انها بتبقى positive air pressure بتبقى positive pressure ماشي احنا قولنا في الكلينج نغلق برشور هنا بتبقى positive air pressure طيب حتى مهمة جدا عشان لو تسألت فيها لو تسألت فيها في الشغل يعني ما ينفعش ان احنا نعمل sterilization في العمليات ما ينفعش الالات تتعقم في العمليات او في الprocedures room ما ينفعش دكتور الاسنان عندك يخد اتوكلاب ويحطه في عادة الاسنان ويقول لك والله انا هعقم عندي اش هوادي الالات التعقيم الكلام ده ما ينفعش طالما عندك قسم تعقيم مركزي كل الالات في المستشفى يحصل لها sterilization يحصل لها cleaning or sterilization او dis infection في قسم التعقيم المركزي تمام طيب امتى امتى ينفع اعقم في العمليات لو في قسم للتعقيم في العمليات لو في ايه قسم للتعقيم بالrecommendations اللي احنا قلناها دي كلها 3 areas 3 separated areas وفي ايه الكلينج وفي ايه الانسبيكشن وفي ايه الانستيريلايزيشن وفي ايه الالستوريج يبقى قسم تعقيم مركزي بس في العمليات ساعتها مفيش مشكلة لكن ان حد يقول لك مثلا والله احنا هنخلص بعد ما نخلص شغله هننقع احنا الالات في السايدكس وانت ما تدابش نفسك هننقعهم احنا في السايدكس وبعد جده نشتغل بيها ولا يهمك تأكد ان هم حتى نقع في السايدكس مش هينقعهم يمكن نشتغلوا في الالة بشوات مية واشتغلوا بيها عادي ماشي طيب اللوودنج بقى ازاي بحط الالات في في الوتوكلاف الحتة دي مهمة خلي بالك انا دايما الغرض الاساسي عندي ان اكبر سطح من الالات يتعرض لعملية التعقيم مش بس كده ان الالات ما تبقاش محطوطة على بعض او متكدسة جوه الوتوكلاف او جوه الحلة بتاعت الوتوكلاف او جوه الكنتينر اللي هيتحصل في عملية التعقيم في الات يوصلها ستيم وفي الات ما وصلهاش تمام فالموضوع ده لي بروتوكولز ماشي طيب اول حاجة لو انت عندك ميكسد لود يعني ايه ميكسد لود يعني عندك الات صغيرة متبكتة في البيل باوتشيز وعندك صواني عمليات وعندك حاجات معمول لها رابينج او عندك لنن انت بتعقمه سواء كان مثلا مفارش او سكرابس بتاعت العمليات لو انت بتستخدم سوري جاونز لو انت بتستخدم لو عندك ميكسد لود هتعمل ايه الحاجات التقيلة زي صواني العمليات والكلام ده تتحط من تحت تمام وفوقيها الحاجات اللي هي متبكتة زي متبكتة في ورق مثلا زي ورق الكريب او اللينين علشان تمنع العملية بتاعت ايه التكثيف يعني ايه التكثيف انك انت لو انت حطيت اللينين تحت وحطيت صواني العمليات اللي هي الكبيرة فوق الستيم هيطلع وهيروح يحصل له ايه يحصل له تكثيف يروح ايه ينزل ينقط على اللينين دي فبالتالي هتبقى خلاص وتد يعني هتبقى خلاص تبلت فبالتالي خلاص ودي مش هينفع تستخدمها هتعيد تعقيمها تاني تمام طيب عشان الكلام يوضح نشوف بالصورة الحاجة التانية ان الحاجات الكونتينرز الكبيرة دي بتتحط هوريزينتالي ماشي بتتحط بشكل افقي جوه الكونتينر دي جابها لكم من الامي الامي دي برضو منظمة اللي هي رقم واحد في امريكا اللي بتطلع الجايد لانز بتاع التعقيم بص كده دي هناخد الصورة الاولى على اليمين اهي دي الصواني بتاعت العمليات ماشي بتتحط اول حاجة تحت بتتحط فوقيها بعد كده الحاجات اللي هي ايه الحاجات اللي هي متبكتة في ووفين او نووفين ماتيريال تمام لو انا عكستهم وحطت دول فوق الستيم هيطلع يروح يحصل تكسيف هنا يروح ينقط مية على الحاجات اللي هي متبكتة دي فبالتالي هتتبل فبالتالي مش هينفع استخدمها لا احط الحاجات الريجيد التحت عليها بعد كده حاجات متبكتة وفوق البيل باوتش او اي حاجة تاني ماشي لو انت عندك اللود مش مليان زي ده كده احاول اخلي بينهم مسافات زي كده علشان عشان الستيم يخترق او يوصل لكل آلة ماشي برضو هنا نفس القصة اهو الحاجات الريجيد كنتينر تحت الحاجات المتبكتة اهي فوق تمام برضو دي فوق ايها ريجيد كنتينر تاني اهو والحاجات المتبكتة فوق ماشي وبتتحط هوريزنتلي زي ما احنا شايفين طيب البيل باوتش بقى بنحطها ازاي البيل باوتش بتتحط بشكل رأسي مش بشكل افقي ماشي بتتحط بشكل رأسي وبيبقى فيها لي لها في كنتينر زي ما مخصوص للقصص دي ممكن انت تبقى تشتريها عندك في المستشفى بيخليها بقفة بشكل رأسي كده طيب لما انا بقفة بشكل رأسي كده بتتحط بترتيب ازاي بيبقى كلهم بنفس الاتجاه يعني انت مثلا لو خليت الوش البلاستيك على يمين يبقى كل الالات بتاعتك الوش البلاستيك على يمين ماشي اللي هو بيقولك زي ما بيقولك هنا كده ال ال من الواحدة يبقى مجاور لل من التانية ماشي يعني كلهم في نفس الاتجاه لو كلهم الوش البلاستيك باصص يميني بقى كله باصص يمين وهكذا تمام اهو بيقولك اهي racks are available to facilitate this arrangement of peel pouches تمام طيب لو انت بالراج ده مش متوفر عندك هتحاول ايه تخليهم انت بقدر الامكان ترصهم بطريقة معينة يعني او تخليهم مسندين على الحفة بتاعت ال 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 الكنتينر بيحسس انه ايه تطبق الحتة اللي احنا قلنا عليها دي تمام طيب خلاص بكتنا وغلفنا ودخلنا التعقيم والحاجة تعقمت وطلعت من الباب التاني خلاص متعقمة بيحصل لها ايه بقى بعد ما تخرج من الجهاز بيحصل لها inspection برضو بيحصل لها ايه بعد ما تتعقم يحصل لها inspection برضو فيها holes البيل pouch مثلا اتقطعت او حصل لها مشكلة جوه staining tears non intact seals تمام اي مشكلة او الويت الويت طبعا يعني ايه حصل لها بلل او رطوبة او damage او اي حاجة لازم بنعملها inspection طب الحاجة اللي حصل لها كده بترجع ثاني من اول وجديد يحصل لها cleaning disinfection و يحصل لها cleaning وبعد كده packaging وبعد كده sterilization برضو من الحاجات المهمة اللي احنا بمبص عليها ايه external chemical indicator تمام غير ولا مغير وبرضو internal غير ولا مغير ش لو مغير ش برضو بترجع لالة تدفك و يحصل لها re-cleaning تاني يهو بيقول لك the packages that are dropped on the floor لو قال مثلا انت بعد في قال وانك وقعت على الارض وانت بتعمل inspection في قال وقعت على الارض او have field external indicator should not be used بترجع تاني للdecontamination area for break down and reprocessing ماشي احنا كده عملنا ايه inspection مرتين بعد drying قبل packaging وبعد sterilization قبل ال storage تمام الكلام واضح يا جماعة ولا انا حاسس يعني انا مش شايف اي active دي منكم النهاردة مش عارف في كلام سهل طيب جميل طيب دا دكترة دكتورة امينة دكتورة دكتورة فردوس معانا ما شاء الله دكتورة مونة دكتورة نهلة دكتورة سحر دكتورة صفاء تمام طيب في حاجة اسمها IUSS Immediate Use System Sterilization عاوز مذاكرة بصراحة بس والله 18 سؤال في ايدك 18 سؤال في ايدك حرفيا اهم حاجة تبقى فهم السايكل ماشي ازاي وكل حاجة استخدامها ايه بعد كده الدنيا كلها سهلة هتذاكريهم مرة هتثبته في دنيا ان شاء الله هو اللي جاي كله عايز مذاكرة بس عشان نبقى متفقين اللي جاي كله عايز مذاكرة ده لسه لما نخش في جزء Infectious Diseases بقى ايه هنتكلم على مايكروب مايكروب ويعمل ايه قصة طيب في حاجة اسمها l-immediate use steam sterilization l-i-u-s-s او flash sterilization ايه هو flash sterilization ده ساعات هو مش ساعات هو كتير عشان نبقى واقعيين يعني هو ده حصل عندنا كل المستشفيات بيبقى فيه آلة واحدة بس هما شغالين بها وما لهاش backup أو حصل emergency situation معين وفيه آلة زي ما هو كتب لك كده آلة هما كانوا هيشتغلوا بيها في العمليات وراح توقع منهم على الأرض خلاص كده ايه زي ما بيقولوا كده اتأف تعاقمها خلاص الآلة دي بايت off أو أعيان جاي في emergency وعندي وعندي آلة ملش لها بديل وأنا محتاج عقمة بيستخدمولها الفلاش sterilization دي او او المديت استيم sterilization دي ايه باختصار هي cycle بتاعت sterilization ولكن الTIME بتاعها اقل احنا عارفين ان الاول بيحصل ال removal صح كده ال بريفاكيام بيشيل الهوى اللي جوه الحلة بتاعت التعقيم بعدين يبدأ يرفع درجة حرارة ويرفع ضغط وبعد كده ايه بعد ما يوصلوا يروح داخل steam تمام كل ده لما يوصل درجة حرارة 134 او 121 والضغط يوصل 3 بار ويملالك الستيم يفضل 4 دقايق وبعد كده الالة تتعقم يبدأ بقى ايه يشيل ضغط ويقلل درجة حرارة ويسحب steam او يصرف steam ويستنى بعد جده السايكل تخلص ال flash sterilization دي مش بيحصل فيها الكلام تمام بيقلل كل time زي ما عادة time بتاع التعقيم يعني هي 134 4 دقايق هتفضل مئهية دي الحاجة الوحدة اللي هتفضل ثبتة 144 دقايق الوقت بقى بتاع drawing والوقت بتاع كل الحاجات البقية دي كله بيبقى قليل جدا او في حاجات في حاجات بتت cancel خالص تمام فعلشان كده السايكل دي هي cycle بالنسبة لنا سايكل غير كاملة يعني هي الحاجة الوحدة اللي بيحصل فيها صح هي التعقيم ولكن drawing ومش drawing والكلام ده كله بيبقى ناقص فعشان كده لا تستخدم إلا في emergency situations ويبقى ليها log يعني ليها دفتر متسجل فيه ان انا في يوم كذا او ممكن تسجلها في نفس الدفتر اللي انت بتسجل فيه looks بتاعت بتاعت التعقيم عادي ان انا في يوم كذا الالة الفلانية اتعقمت بطريقة iuss بسبب كذا بسبب ان كان فيه مثلا emergency situation او بسبب ان العيان كان بقم مفتوحة فراحت الالة وقعت من الجراح فما فيش غيرها فمحتاج ها وهكذا تمام فالcycle لا تستخدم زي ما قلنا الا في emergency situations فقط تمام وبيزبقها برضو نفس الcleaning اللي بيحصل يعني هي مش هندخل للم غير ما حصل لها cleaning لا بيحصل الcleaning وكل حاجة بس بتخش الTIME هنا اقل في القصة بتاعة الsterilization ماشي ويا سلام كمان تبقى انت برينس لو عملت ايه لو انت خليت في justification justification form يعني justification form يعني يبقى في ورقة بيطلبه مثلا بيبقى ماضي عليها الجراح مثلا ان هو عايز يعمل flash عشان تبقى انت سيف نفسك يبقى ماضي عليها الجراح وماضي عليها حد تاني ماضي عليها مثلا مدير العمليات او مشرف العمليات وتجي لك الورقة دي عشان تبقى الشركة بتاعته تقول ان هو ال container ده مناسب اللي هو يبقى validated زي ما بيقولك ده validated ان هو مناسب للقصة دي تمام طيب الالة اللي انا عقمتها دي لازم اشتغل بها دلوقتي يعني ما ينفعش غلص لو هيجله العملية مثلا او هيلغوها او كده الالة دي ما ينفعش تتخزن بالوضع ده تمام او ان احنا نخليها العملية تانية لا دي لو عملت لها كده يبقى استخدمها في الاجراء اللي انا عملت القصة دي عشانه لكن ما ينفعش لو انا الاجراء مثلا خلاص تلغى ما ينفعش اخزنها لا ترجع تاني يحصل لها reprocessing تمام طيب نيجي في القصة بتاعت المونيتورينج ازاي زي ما احنا كده عملنا مونيتورينج للكلينج ازاي انا بعرف ان القلد غسلت كويس ولا لا عن طريق الانديكيتورز او عن طريق الانسبيكشن او ديريك او هنا برضو في كومبريهنسيف مونيتورينج بروجرام تمام وده لازم تبقى فهمه كويس اوي 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 ماشي وده بيبقى اي ريكويرد في كل الستاندرز يعني انت لو هتاخد اي اكريتيشن بتاع اي حاجة الحاجات دي ريكويرد المونيتورينج بتاع عملية التعقيم بيشمل ثلاث حاجات فيزيكال وكيميكال وبيولوجيكال ماشي طبعا والدوكيومنتيشن يعني هنا قلنا الدوكيومنتيشن بتاع المنظف الانزيمي الاقلات اللي احنا استلمناها والدوكيومنتيشن بتاع السايكل زل انا شغلت فيها كل دي لها لوجز في السايكل زل انا دخلتها للأوتوكلاف او الجهاز التعقيم فالدوكيومنتيشن ده او اللوجز دي من المونيتورينج بتاع الكالينينج بروسس ولكن فيه تلات حاجات تانين هما الكميكال والفيزيكال البييولوجيكال 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 ماشي هنتكلم على كل واحد فيهم دلوقت بالتفصيل يقول النتائج بتاع البييولوجيكال دي سواء كان الفيزيكال او كيميكال او بييولوجيكال شود بي ريبورت تو زل انفكشن بريفنشن اند انفكشن بريفنشن اند كنترول كوميتي يعني القسم مكافحة ماشي طيب نبدأ باول نوع اللي هو الفيزيكال مونيتور الفيزيكال مونيتور ده باختصار هو ايه هو البرينت اوت اللي بيطلع من عملية التعقيم يعني انا دلوقت اشغلت دورة في جهاز الوتوكلاف بعد ما الدورة بتخلص بيروح ما طلع لك برينت اوت زي الورقة اللي بديهلك الكشير كده في السوبر ماركت بيبقى فيها كل الحاجات اللي حصلت بيبقى فيها الجهاز اشتغل ازاي واشتغل لمدة قد ايه والدوراينج اخد وقت قد ايه واعلى درجة حرارة وصلها اهو 135.2 من 10 وقال لدرجة حرارة وصلها 134.9 من 10 والدرجة الحرارة نفسها اخد وخدت وقت قد ايه والبوست تريتمنت بيقول لك كل اللي حصل في السايكل بالتفصيل الممل ومتبقى ورقة طويلة كده تمام طيب انت لما تيجي تبص هنا تبص على ايه اهم حاجة دي بروسس اوكي بروسس اوكي دي معناها ان السايكل تمت بشكل ناجح الحمد لله طب لو بروسس نوت اوكي كل الالات اللي في اللود اللي دخل الاتوكلاف ده يحصل لها قريب بروسسس انجي تاني تخش تاني تت تتعق ماشي طيب الروسس اوكي الحمد لله بيجي الفني العمل السايكل دي يروح ماضي يحيا مثلا محمد احمد تمام وطبعا هي بيبقى مكتوب فيها الطايم والتاريخ ماشي وبتتاخد الورقة دي تتدبس في السجل مع السايكل اللي انا عملها مش انا عندي دفتر مسجل فيه انه نهارده نهارده واحد ثلاثة عشرين ثلاثة وعشرين الساعة عشر الصبح دخلت اللود رقم اثنين اللود رقم اثنين ده كان فيه آلات قسم العمليات مثلا أو آلات مش عارف ايه بكتبهم ايه بالتفصيل واروح مدبس البرينت آود ده معهم بعد ما يمضي عليه الفاني طبعا ماشي ده مين ده الفيزيكال مونيتور طيب نخش على الكيميكال انديكيتور الكيميكال انديكيتور فيه عندنا ستة انواع نركز بقى فيه عندنا ايه ستة انواع طيب وان وطيب تو وثري وفور وفايف وسيكس طيب وان ده بروسيس انديكيتور يعني ايه بروسيس انديكيتور طيب يعني هنشرحهم بالتفصيل الجوه ده الطيب وان بصوا دي صنية عمليات اه ده متبكتة اه بالورق بتاع الكريب اللي احنا قلنا عليه او بأي آآ بأي راب ده البتاع ده اسمه اسمه عندنا احنا في مصر اسمه تيب تمام ده كلاس وان وظيفة الكلاس وان ايه هو ليه اسمه بروسيس هو ليه اسمه بروسيس انديكيتور علشان هو بيبيل للآلات اللي دخلت للآلات دخلت من الآلات اللي مدخلتش يعني الآلات اللي تعرضت لظروف التعقيم والآلات اللي ما تعرضتش لظروف التعقيم يعني أنا لو عندي آلتين أنا محتار بينهم من فيهم دخل التعقيم ومن فيهم ما دخلتش هو الانديكيتور ده وظيفته كده بيبقى موجود يا إما زي ما قلنا كده على التيب ده اللي أنا ببكت بيه أو اللي أنا بلزقه على الصواني بيبقى لونه زي كده هو لونه مثلا بينك ده قبل ما يخش جهاز التعقيم طب بعد ما دخل بيتحول الخطوط دي بتتحول من بينك تتحول لونها اسود أو دارك براون تمام بل نغامق أو اسود ماشي فاللي لسه لونها اللي متبكت زي كده ولسه لون البطاع عليها بينك دي مش دي ما دخلتش التعقيم ما دخلتش اوتوكلاف لكن اللي لونها اسود دي دخلت الاتوكلاف ده هو وظيفته طيب البيل باوتش أو الرول اللي احنا كان في الأول خالص فين اللي هو ده بيبقى عليه برضو هنا نفس القصة كده بيبقى عليه انديكيتور منبرة كده بيبقى لونه مثلا بينك ويتحول لبون أو بينك يتحول لأسود تمام برضو بيبين لي الحاجات اللي دخلت الزروف التعقيم طيب ده أول نوع اللي هو الطيب 1 طيب الطيب 2 ده حاجة اسمها بوي ديكتست طبعا أنا جايب لكم هنا شرحهم بالتفصيل بس أنا يعني بشرح لكم ده الطيب 1 خلص خلصناه الطيب 2 اسمه اختبار بوي ديك أو بوف ديك اللي أشهر بوي ديك البوي ديكتست ده وظيفته ايه وظيفته بيشوف بتاع الجهاز الجهاز الأوتوكلاف تمام أنا قلت ايه الـ يبقى بالتالي بيستخدم للبريفاكيام أوتوكلاف لكن الجرافتي ديسبلسمنت ملوش دي أول نقطة النقطة التانية قلنا ستيم ستيريلايزرز يعني جهاز البلازمة ملوش تمام يبقى البوي ديكتست ده بنستخدمه المين بنستخدمه للبريفاكيام ستيم ستيريلايزر يعني جرافتي ديسبلسمنت ملوش واي حاجة غير الأوتوكلاف ملهاش ماشي طيب هو قصته ايه بيشوف قدرة الجهاز على الـ مش احنا قلنا الجهاز قبل أو الأوتوكلاف قبل ما يشتغل أو قبل ما يضخ ستيم بيشيل الهواء اللي موجود في الكنتينر اللي في الألات هو ده بيشوف قدرة الجهاز ده على عملية الـ ماشي طيب الجهاز ده ليه سايكل معروفة في الأوتوكلاف يعني هو ليه سايكل اسمها بويدك تست في الأوتوكلاف انت بتدوس عليها السايكل ده بتستخدم كل يوم الصبح في ناس تقولك الـ التست ده اسمه صباح الخريجهاز كلمة دينا بيحبهاش بس هي ايه يعني دي كلمة مشهورة صباح الخريجهاز يعني ايه يعني ده كل يوم بيتعمل للجهاز الصبح قبل ما ابدأ شغل بالجهاز لازم اعمل له اختبار بويدك ده تمام في دورة خاصة بيه هو ليه دورة خاصة بيه في الأوتوكلاف اسمها بويدك الدورة دي بتستخدم درجة حرارة 134 من 3 مصد ل 4 دقايق ماشي طيب وقلنا هو بيستخدم كل يوم الصبح طيب هو شكله عامل ازاي هو عبارة عن حاجة من الاتنين يا اما في الماركت في حاجة من الاتنين يا اما بتجيلك ورقة ايه فور شكلها عامل كده فيها الخطوط الزرقة دي او الخطوط الزرقة دي علشان دي شركة لكن في خطوط تاني بتبقى off white ماشي وانت بتعمل لها ايه بتعمل لها packaging بتعمل لها packaging ازاي يعني لو جيالك هي لو انت مش تري الورقة مش تري الورقة اللي هي الورقة اللي ايه فور دي انت بتحطها في النص هنا بتعمل بتعملها ازاي بتحط الورقة هنا في النص وتحط تحتها وفوقها في وقت ماشي علشان انت انت بتصعب على الجهاز او بتصعب الظروف على الجهاز عشان تعرف فعلا ان الجهاز شغال بكفاءة او لا لا بتحط من هنا حوالي 8 فوق تحتها وتبكتها تغلفها تقفلها يعني تمام وتروحها في الجهاز او ده لا ده الكلام ده ايه ده الشغل البلدي الشغل الماني وده طيب الشغل بقى اللي هو اه فيه شركات دلوقتي لا بتديك الباكج دي جهزة بتديها لك هي متبكتة ومتغلفة وزي الفول انت الجهاز بتحطها في الجهاز طب البويلج تست ده بيتحط فين في الجهاز بتحط في اضعف مكان في الجهاز ادي دي اضعف مكان في جهاز التعقيم هو فينا هنا فوق الديرين دي اضعف حتة في جهاز التعقيم اضعف حتة فوق الديرين ادي دي الديرين بتاعة الصرف التست التست باكة هي اللي انت جهزتها او اللي انت مشتريها جاهزة بتحطها هنا فوق فوق الديرين بتاعة الصرف ده المكان بتاعة البويدك تست تمام وتشغل السايكل بتاعة البويدك دي وبعد ما تخلص تطلعها وتقرأ تقرأ ايه تقرأ السايكل قلنا ده شكلها قبل ما تخش الجهاز اصلا دي الان اكسبوزد دي قبل ما يحصل لها possessive طيب طلعتها ولايتها طلعتها من الجهاز ولايتها لونها كلها بقى يسود كده يبقى ده باص يبقى ده زي الفل الجهاز شغال زي العسل لا لاقيت نصها اسود ونصها أزرق لا كده الجهاز في مشكلة تمام كده الجهاز في مشكلة هتعمل واحدة تانية عملت واحدة تانية تانية ضلعت تمام يبقى خلاص الدنيا زي الفل لق ضلعت فيها نفس المشكلة والنص ملو نزرق والنص ملو نسود او النص افوايت والنص التاني اسود يبقى كده الجهاز في مشكلة هتوقف الجهاز ده وتطلب الصيانة تمام ماشا يا جماعة واضحة هسيسكو عبدون صادمة حضرية النهاردة طيب جميل ايه بقى ده النوع التاني اللي هو type 2 او class 2 اللي هو الboidic test طيب النوع التالت والرابع والخامس والسادس دول اسمهم ايه اسمهم internal indicators internal يعني بتحطوا مع كل آلة مع كل باك مع كل آلة انت غلفتها بكتها بيتحط معاهم واحدة internal indicator هل كلهم بيستخدقهم طيب الحمد لله اصلا دايما الناس بتصدم لما تسمع الكلام ده اول مرة فانا خاف يعني خافت بكونوا مصدومين ومش مركزين بس عشان كده بس علشان ده اشوفكم معايا ولا لا طيب هل انا كل آلة هحطي لها 3 و 4 و 5 و 6 لا انا بستخدم واحدة بس منهم ماشي طيب نرجع تاني لل ليه دي الله مستعد ماشي الطيب اللي هو النور اللي هو طيب 3 ده single critical process يعني هو ايه احنا قلنا التعقيم بيحصل ثلاث حاجات حرارة وضغط وستيم ده بيحصل واحدة من الثلاثة يا حرارة وضغط يعني يالألة تعرضت يعني يالألة تعرضت يالألة تعرضت لضغط يالألة تعرضت ايه لستيم النوع الرابع اللي هو طيب 4 لا بيحصل اثنين الطيب 5 بيحصل ثلاثة الطيب 4 بيقس الثلاثة ودرجة الحرارة عند مية اربعة وثلاثين تمام طيب ينفع تستخدم ايه فيهم ينفع تستخدم اي نوع اللي انت عايزه ماشي ولكن الاكثر استخداما هم الطيب 4 وطيب 5 الطيب 4 وطيب 5 الافضل فيهم كلهم الطيب 5 انه هو بيقس لك الثلاثة بيقس لك كلهم كله ظروف التعقيم وبيقس لك المية اربعة وثلاثين والمية واحد وعشرين لكن طيب 6 مور سبيسيفك بيقس المية اربعة وثلاثين الكلام ده كله هتلاقوه مشروع هنا ماشي هتلاقوه مشروع في الكلام ده فما ديلاقوش يعني تمام وزي ما قلنا بيتحط ايه بيتحط مع كل آلة مع كل آلة متبكتة بيتحط ايه بيتحط اندكيتور اه ده هو ده مثلا ده طيب 4 بيتحط جوا مع كل آلة وبيقول لك ادي ادركو منديشنزة هو اللون البنك البنك ده لازم يتحول للون الأورنج يعني انت بعد يعني قبل ما تدخلها جهاز التعقيم بيبقى اللون بنك او ده فوشي انا مش عارف فوشي او بنك البنات بقى يفيدون تمام اللون البنك ده لازم بعد ما اطلع الآلة من من الأوتو كلاف يبقى اللون يتغير وبقى أورنج ماشي طيب ده نوع ده هو كلاس فورة هو ماشي ده تبع شركة ستيرز ستيرز برضو دي من الشركات الكبيرة فيه عن التعقيم فيه نوع تاني بيبقى فيه جوا زي مثلا ده كلاس فايف ده كلاس فايف اهو جوا هنا فيبقى فيه كابسولة حبر ماشي لما يتعرض لظروف التعقيم يروح الحبر الكابسولة بتاعت الحبر يدي تنفجر يعني بصوا هنا اللون كان ايه كان كلير بص هنا بقى الكابسولة بتاعت الحبر انفجرت ومالت الشريطة دي لحد موسطة الارية بتاعت الأكسبتة تمام طالما دخلت الارية دي طالما الحبر وصل الارية دي يبقى تست باس يبقى تست ايه باس يبقى تست نجح ماشي طب لو لو وصلت لحد هنا ومدخلتش الارية دي يبقى تست فيلد يبقى الآلة دي هتتعقم تاني وهتعمل بقى ايه هتدور بقى تشوف ليه الآلة دي حصل لها كده هل فيه مشكلة في اللود هل فيه هل اللود كان زحمة فيه آلات كتير محطوضة فالآلة دي ما تعرضتش لزروف التعقم كويس ولا الجهاز فيه مشكلة تمام فيه تريك هنبقى ناخدها يعني مش هدقى لكم النهاردة عشان متصدموش اكتر هنبقى ناخدها في المحاضرة المحاضرات المراجعة ان شاء الله فيها تعمل ايه ماشي طيب ده ايه ده النوع اللي هو الكميكال انديكيتورز او الانتيرنال انديكيتورز احنا كده خلصنا الفيزيكال وخلصنا الكميكال حلو الكلام نخش بقى على النوع الثالث اللي هو مين اللي هو البيولوجيكال اللي هو المؤشر الحيوي ايه هو المؤشر الحيوي ده شكل وهو فيه طبعا منه اشكال كتير هو اختصاره ايه يعني اختصاره هو بيشتغل ازاي هو جواه بكتيريا جواه بكتيريا لا جواه سبورز جواه بكتيريا متحوصلة واش احنا قلنا اللي بيقضي على كل اشكال البكتيريا او كل اشكال الميكروبز هو عملية التعقيم فانا بالتالي هجيب اصعب حاجة هجيب سبورز اللي سبورز بتاع نوعين من البكتيريا بكتيريا اسمها باسيلس atrophias وبكتيريا اسمها geobacillus esterocermophilus باسيلس atrophias يعني هنا في الفايل ده يقام في باسيلس atrophias يقام في geobacillus esterocermophilus كل عملية التعقيم او كل طريق التعقيم لها نوع يعني بيقول الباسيلس atrophias دي لمين للإثيلين أكسايد والدري هيت لفران الحرارة جافة. لكن Geobacillus للاستيم للهيدوجين بيريكسايد للأوزون للبير أسيتك أسيت. طبعا الحاجات دي بيجي فيها اسئلة. الحاجات دي بيجي فيها اسئلة. تمام? طيب. يبقى احنا قولنا هنا ايه? طب اشمعنا اختروا دول. عشان دول بيقوموا درجة الحرارة. يعني دولة سبورز وفي نفس الوقت بيقوموا درجة الحرارة. فنجاب اصعب حاجة. علشان اتشك الجهاز بتاعي بيعقم كويس ولا لأ. طيب. الفيال ده في بكتيريا. في سبورز زي ما قلنا. ومع السبورز دي في ميديا. اكل ليها. علشان تتغز عليها. وفي حاجة تالتة. في انديكيتور. لونه بيتغير. لو البكتيريا اللي جوه الفيال دي حية. انا طبعا الفيال ده بدوس عليه. هو هو كل حاجة فيهم معزولة عن التانية. محصولة عن التانية. الاسبورز الوحدها. الميديا او الاكل بتاعها الوحده. والانديكيتور الوحده. انا بروح دايس عليه. بعد ما طلعه من جهاز التعاقيم بروح دايس عليه. بروح دايس عليه. في جوه حاجة كده انا بكسرها. وكل ده يتخلط ببعض. البكتيريا تتخلط في الميديا في الانديكيتور. طيب لو البكتيريا عايشة. احنا شايفين اللون بتاعه ايه? بنفسيجي. لو البكتيريا عايشة مش ميتة. هتتغزة على الميديا. فبالتالي تفرز باي برودكس. فيروح الانديكيتور يتغير. بدل ما هو بنفسيجي يبقى اصفر. معنى كده ان البكتيريا عايشة. يبقى الجهاز ده مش بيعقم. تمام? طيب لو البكتيريا ميتة مش هتاكل الميديا. وبالتالي الانديكيتور مش هيتغير. فيفضل اللون بنفسيجي. حلو الكلام? يبقى الفايل ده فيه ثلاث حاجات. فيه سبورز. وفيه ميديا. عشان السبورز تاكلها. وفيه انديكيتور لونه بيتغير. طيب. انا دلوقتي دخلت الفايل ده جوه. الاوتوكلاف وطلعته. المفروض الاوتوكلاف يكون ايه? خلص على الايه? على البكتيريا اللي موجودة دي. فبالتالي بعد ما سيبها في. يعني انا بطلعه وحطه في حظنا لمدة. تمانية واربعين ساعة مثلا. او في حاجات بدلوقتي السريعة. بتاخذ ربع ساعة بس. بحق المدة التمانية واربعين ساعة. واشوف. والله اللون يتغير من بنفسيجي لا صفر. يبقى البكتيريا دي عايشة. لا اللون فضل زي ما هو بنفسيجي. يبقى البكتيريا ماتت ويهي? والجهاز بيعقم كويس. واضح? جميل واضح. طيب احنا قلنا دلوقتي بعد ما بنخلص القصة دي بنحطه في حظنا. بنحطه في في انكيوبيتر لمدة تمانية واربعين ساعة. طيب. هل بحط ده لوحده؟ لا. بحط معاه فيال تاني مدخلتوش الاوتوكلاف. as a positive control. as ايه? a positive control. يعني انا دلوقتي عندي فيال. دخلته. الاوتوكلاف. وبخلي معاه فيال. برضو بعمل نفس القصة بكسره. بس مش بدخله الاوتوكلاف. بستخدمه كpositive control. فانا هيطلع عندي تلات خيارات. هيطلع عندي اللي اتنين لونهم بنفسجي. او اللي اتنين لونهم اصفر. او اللي دخل الاوتوكلاف لونه بنفسجي. والpositive control لونه اصفر. ايه معنى كل واحد فيهم? ايه الinterpretation? اول حاجة. لو انا حطيتهم في الانكيوبيتر لمدة 48 ساعة. والاتنين بقوا بنفسجي. ايه الinterpretation? فشل في ايه? بنفسجي. يعني دكتور ما تغير لونهم الاثنين? اه. الاثنين لونهم ما تغيرش. معنات الكنترول مضروب. يعني بالاصل ميتة البكتيريا. ممتاز. معناها ان الكنترول بايز. البكتيريا اصلا اللي جوها ميتة. لان هو اصلا اللي ما دخلش وتوكلاف ده المفروض البكتيريا تتغزى على الميديا اللي موجودة. بيتحول اللول لاصفر. فمعنى كده ان الاثنين ايه? يبقى الكنترول بايز. خربان. ماشي? ده اول option. طيب الoption التاني اللي اتنين اصفر. الستيريلايزيشن مضروبة. بالزبط. كده الاوتوكلاف هو الخربان. اول ما تشوف كده تلطم. معناه كده ان الاوتوكلاف ما بيعقمش. ليه? اللي دخل الاوتوكلاف وطلع البكتيريا لسه حية. كالت. الميديا. وتحول لونها الاصفر. يبقى كده الاوتوكلاف هو ما بيعقمش. ماشي? طيب. الايديال. ان اللي طالع من الاوتوكلاف يفضل لونه بنفسيجي. وال. اه. والتاني اللي هو. ال positive control يبقى لونه اصفر. ده الايديال. ساعة ما يحصل كده. يبقى انت كده عملية التعقيم عندك تمام. ماشي? الايديال ايه? اللي هو الباص. اللي دخل الاوتوكلاف. اللي هو التست. يبقى لونه بنفسيجي زي ما هو. وال positive control يبقى لونه اصفر. ده الايديال. حصل اي حاجة غير كده. يبقى في مشكلة. لو اللي اتنين لونهم بنفسيجي يبقى ال control خربان. يبقى ال control buys. هو انا ليه بعمل بوست في control? علشان اتشيك على ال control نفسه. على على ال vial نفسه لان هو ممكن يكون buys. تمام? يبقى لو اللي اتنين بنفسيجي يبقى ال control buys. لو اللي اتنين اصفر يبقى الجهاز ما بيعقمش. طب هل فيه option ان بتاع الجهاز يطلع اصفر وبتاع ال control يطلع بنفسيجي? لا ما فيش حاجة كده. تمام? ماشي. ولازم نحفظ ال spore وايه طريقة الاستخداء او مين المثود اللي احنا بنستخدمها عشانها. عشان الحاجات دي بتيجي اسئلة. ماشي يا جماعة? طيب. ال biologic indicator يعني احنا قلنا ال boidic بيحصل كل يوم الصبح. وال physical مع كل load بتاخد print out. وال chemical بتستخدمها ال internal بتحطه مع كل ال biologica اللي بيحصل at least weekly. at least weekly مرة كل اسبوع. ماشي? طيب. في قصة تانية يعني انت ممكن تستخدمه اه 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 ال implant. الالات بتاعة الزرع. الالات اللي بتستخدم في عمليات الزرع. بنستخدم معها biological برض. biological و type 5. ماشي? طيب. لو انا حصل عندي في الجهاز malfunction. او انا لسه بركب الجهاز اول مرة. زي ما عملت له relocation. او الجهاز كان خربان وعملت له صيانة. major repair. او حصل fail في ال process بتاعة ال sterilization. او غيرت اي حاجة من ال utilities اللي انا بستخدمها مع الوتوكلاف. بعمل ساعتها qualification test. ايه ال qualification test ده? بعمل ثلاثة biological وثلاثة boidic. وراء بعض. ثلاث دورات وراء بعض. والوتوكلاف فاضي. ناشي? يبقى لو انا ايه عملت major repair. عملت صيانة للجهاز. او غيرت مكانه. او لسه بركبه واشغاله لأول مرة. بعمل qualification test. تلاثة biological وثم تلاثة boidic. لازم يبقوا كلهم باص. علشان اقدر اكمل شغل على الجهاز. ماشا يا جماعة? طيب. برضو نفس القصة. انا بحضر اللي هي ال biological indicator challenge test back دي. بحط ال indicator في نفس القصة كده. عدد 16 فوطة كده مكتوب بالابعاد دي. ماشي. وحطها في الجهاز. نفس القصة. ماشي. و اطلع الجهاز و ارى النتيجة ايه. ماشي. طيب. في حاجة اسمها recool. يعني ايه بيكون. يعني انا عملت biological. وطلع fail. نود باص. وعدته تاني. وطلع نود. يعني برضو fail. ساعتها الجهاز هوقف عن العمل. تمام. وهعمل حجر على اللود اللي اتعقم ده. مش هعمله dispensing. مش هوزعه. ماشي. واروح عامل recall. من اخر positive biological indicator. يعني انا مثلا. النهارده الاربع مثلا. وانا متعود ان انا بعمل. احنا قلنا at least weekly. انا متعود بعمل ال biological indicator بتاعي كل اربع. رح تجيت النهارده عملت ال biological indicator بتاعي طلع ايه. طلع لون اصفر. طلع fail. رح تعايده تاني طلع fail. اروح عامل ايه بقى اعمل recall. اجيب كل الحاجات اللي تعقمت وزعتها على الاقسام او كانت موجودة عندي في المغزن من الاربع اللي فات. مش اخر نتيجة كانت باص الاربع اللي فات. كل اللي اتعقم بعد الاربع اجيبه. اعمل عليه حاجة بقى. لحد ما اشوف مشكلة الجهاز ايه. تمام. ده recall باختصار. طيب. documentation او record keeping. قلنا. احنا اتكلمنا على اللوجز خلال المحاضرة و احنا بنشرح. طيب. الالات بقى بيبقى مكتوب عليها ايه. يعني ايه ال data اللي بتبقى مكتوبة على الالة. اللي متعقمة. ال date وال time بيبقى مكتوبة عليها ال time. بيبقى مكتوبة عليها cycle number. بيبقى مكتوبة عليها اسم الشخص او الفني اللي عمل عملة التعقيم. بيبقى مكتوبة عليها رقم الجهاز. لو انت عندك اكتر من جهاز بيبقى عليها رقم الجهاز ورقم الدورة. وطبعا ال expiration date. تاريخ التعقيم وتاريخ الانتهاء. تمام? ماشي? ودي ال items اللي بدي بقى كتبينها في الايه? في اللوج اللي احنا قلنا عليه. طيب. حد ييجي يسألني. خلاص احنا كده خلصنا. العملية بتاعة ال indicators وال monitoring وال inspection وكل حاجة. هنيجي دلوقتي للمرحلة بتاعة التخزين. نخزن الالات دي. الالات دي بتتخزن في positive pressure area. يعني المخزن بتاعة تخزين الالات المؤقمة دي بيبقى positive pressure. positive pressure اعلى من الاريا بتاعة packaging وال sterilization. يعني لو الاريا بتاعة packaging وال sterilization اتنين ونص باسكال. دي هتبقى ثلاثة ونص باسكال فرق الضغط. عشان الهواء الwork flow يحصل منين؟ من المور كيلين. ماشي? طيب. القواعد بتاعة خمسة من الارض. اللي هو من عشرين لخمسة وعشرين سنتي. واتليست خمسة سنتي من ايه? من الحيطة. يعني اربعين من فوق او خمسة واربعين من فوق. او عشرين من تحت. وخمسة سنتي من الحيطة. ليه? علشان الair circulation. دي اول حاجة. دي اول قاعدة من قواعدة التخزين. وطبعا الحاجات دي حافظي برضه عشان بيجي فيها اسئلة. الحاجة التانية في closed shelving. يعني ايه? لو عندك دوليب استلس مقفولة مثلا. او covered. متغطية. ماشي علشان تي منيمايز الدست على services. تمام? طب ينفع استخدم open. open shelves. زي مكتوب كده. اه ينفع. لو كانت الاريا دي very restricted area. وانت بتنونتر بقى للventilation system بتاعها. يعني ما يحصلش اي مشكلة في الventilation. انت رح تلاقي ايه? في طراب نازل عليك من من الجريلات بتاعات الهواء. لا لو انت متأكد تماما انك انت الventilation system كويس والاريا دي restricted ما حد فيش اي حد بيخشها. يعني انت عامل عليها environmental control. تمام? طيب. الحاجات التقيلة بيقولك الحاجات ال heavy instruments بتتحط في المص في الميدل شيلبز. تمام? الاريا limited traffic و restricted access. و a way from locations where they might be commit. يعني ما يبقاش جنبها احواض او pipes او كده. واهم حاجة اللي انا عايز اوصل لها الفيفو. first in first out. الحاجات اللي يتم تعاقمها اولا. تاااا. تستخدم اولا. افتكرت احد الاشخاص يعني الله. كان في المخازن يعني كان بيستخدم الفيفو دي بيستخدمها غلط. اللي هو ايه الوارد اولا يصرف اولا. مالوش دعو بتريد. يعني هو مثلا واحد ماسك مغزن. هو شخص ماسك مغزن يعني فالوارد اولا يصرف اولا. هو مالوش دعو بالexpiration date. بس ده مش مغزن تعقيم. ده مغزن مستلزمات. جياله مثلا السرنجات مثلا الاكسبيري بتاعها تسعة تلاتة وعشرين. وجيت لو بقيتة سرنجات التاني الاكسبيري بتاعها خمسة اربعة وعشرين. هو الوارد اولا يصرف اولا. يعني اللي هتيجي فيهم قبل التانية مرزوه قبل الاختيتة لاتتصرفي. يعني لو جدت بتاع تسعة اه خمسة اربعة وعشرين الاول هي لهتصرفي الاول. مش هتصرف بتاع التسعة تلاتة وعشرين. هو كان فهم الفيفو كده. تمام؟ بس. ف اه. دي اللي بتاع القصة بتاع التعاقي. نتسئل سؤال هو التعقيم ينتهي امتى او فترة صلاحية التعقيم قد ايه مفيش حاجة بتقول ان التعقيم لفترة صلاحية الا لو فيه ناشونال جايدلاين بتقول كده تمام يعني احنا عندنا في مصر الناس بتاعتنا الناس بتاعتنا الناس لان الحاجات الي متبكتة فيرولوت اللي هو في البيل باوتش الاكسببيريشن بتاعها شهر والحاجات الي متبكتة فيورق اللي هو الورق الكريب لو انت مستخدم 1 لير اسبوع لو مستخدم 2 لير زي شهر ده دي الناس بتاعتنا واحنا ماشيون بها طيب في حاجة اسمها Event Related Sterility يعني ايه الكلام ده يعني القصة بتاعت انك انت تخلي الالة قد ايه او تخلي الالة معقمة لمدة قد ايه دي على حسب البوليس بتاع المكان بتاعت based على based على Quality of Packaging Material Storage Condition يعني انت لو انت ملتزم بالGuidline اللي احنا قلنا عليها دي انك اتبقى ملتزم بالVentilation System وملتزم بالشرط بتاعت التخزين دي وبتخزن في حاجات مقفولة ومع المaterial اللي انت مستخدم Quality Material كويسة Validated من الشركة بيقولك يعني انت عندك بتنقل الحاجة من مكان ل مكان في Closed Containers او في اي حاجة تمام كل ده هو اللي بي ايه هو ده اللي بيتحكم في عملية الستيريليتي بتاعتك تمام بيقولك انا هتطلق حتى تحتها خطة اهو With Event Related Sterility Items Are Considered Sterile Unless The Integrity of Packaging is Compromised زي حصل لها يعني حصل لها خرق حصل لها Contamination اترتبت او حصل اي مشكلة فيها تانية تمام يبقى ده ده ايه ده ال Event Related Sterility يبقى فيش حاجة بتقولك ان فيه طيب معين لفترة التعقيم الا الا لو فيه عندك National Guideline بتقول زي ما قلتك ده زي ما مصري بتقول لكن غير كده الموضوع بيختلف بيعتمد على حاجات تاني زي الماتيريالز اللي انت بتستخدمها ال Storage Conditions بتاعتك ال Transportation Conditions بتاعتك لو انت متحكم في كل ده اعتبر ان الالة بتاعتك Sterile طالما ال Package ما حصل لها مشكلة ناقش يا جماعة الخير واضحة جميل ال Conditions اللي ممكن تخليك بقى ايه ايه هو بيقولك Conditions that may alter the integrity of packaging include the following ال Environmental sources of contamination اللي هو فيه سبب للحصل للcontamination او يعني زي ما هو ايه هو مستشور او 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 movement حصل مشكلة في ال Ventilation اللي عندك زي Barrier Properties of Packaging Material Storage and Distribution Practices زي ما قولنا لو انت بتستخدم Open versus Closed Shelving لStacking of Sterile Items that could result in Packaging being Torn او ال Inventory Control او Frequency of Handling between Distributions Distribution and the user تماش دي دي امثلة على Conditions اللي ممكن ايه تخليك القصة بتاعة الجايد لانز عندك تتغير بتاعة التخزين طيب Third Party Reprocessing في بعض المستشفيات اللي هو Reuse of Single Use of Single Use Items في حاجات Single Use بتبقى غالية جدا هضرب مثال بتدباسات مثلا اللي بيستخدموها في عمليات القولون بتبقى الدباسة دلوقتي يوصل سعرها لستين الف جنيه وهي Single Use بتستخدم مرة وتترمي ستين الف جنيه ده مقارب مثلا من ثمانين تسعين الف ريال تمام وهي Single Use فده طبعا Cost عالية جدا ففي بعض الاماكن بت تفايت ان هي تري use of Single Use Items طيب القصة دخلت فيها FDA ودخلت فيها CDC ودخلت فيها منظمات كبيرة وتحطوا شروط المستشفيات عندهم في أمريكا بتعمل كده طبعا فهم حبوا يحكموا الموضوع فحطوا شروط نقول شبه شروط تعجيزية يعني شروط تعجيزية يعني شروط صعبة جدا ان حد ينفزها عشان بيقولك عشان تستخدم يعني الFDA لها Guideline للقصة دي عشان تستخدم او تعمل reuse او تعقم Single Use Items منها انك انت تجيب Seared Party Seared Party هي اللي هتعملك الProcess دي وكمان بعد ما تعملها لازم تعمل Check لل Integrity وال Functionality بتاعة الآلة دي فطبعا الموضوع ده مش من السهل انه هو ايه انه نستخدمه في أماكن زي هندي في مصر قانونا ان الموضوع ده ممنوعة ممنوعة انك انت تreuse Single Use Items ده بقوة القانون فاحنا عندنا في مصر القصة خلصانة ما عرفش بصراحة السعودية الوضع فيها ايه تقريبا سألت عبد كده وقالو لي نفس القصة يعني ممنوعة ماشي طيب هتوقف لحد هنا والحتة دي هي باقي حتة صغيرة مش كبيرة يعني كفاية عليكم كده النهاردة ونقولها مع المحاضرة الجاية ان شاء الله هي High Level Disinfection بتاع الEndoscope او قسم المناظير العملية بتاعت Reprocessing of A of Flexible Endoscopes حد عنده اي سؤال اتمنى تكون المحاضرة سهلة ان شاء الله وتكون مفهومة ونكون وضحنا فيها مقدر الامكان يعني الحاجات اللي محتاجة توضيح يعني وجزاكم دكتور نادر معلش والله رضيت عليكم متأخر في القصة بتاعت مبارح كنت على سفر فمعلش سامحني شكرا تمام حبيبي ربنا بارك فيك يعني البيدي اف ده مختصر ولا اللي كان معاك هو المختصر ولو في حاجات محتاجة صور اكتر حطها ده اللي انتو قلتوه المرة اللي فاتت فانا عملت كده بس وادا لانا عملت يمكن عشان كده حالك حسان مختصر موجود موجود يا دكتور على الدرايف خشي هتلاقي موجود هتلاقي مكتوب version 2 في فايل جوا الدرايف هتلاقي مكتوب version 2 خشي هتلاقي عليه اول خمس محاضرات احنا شرحناها ويوم السبت ان شاء الله هرفعلكم الخمسة بتوع المرة الجاية ان شاء الله لو مش عارفة توصليل وليلي وهبعث على الجروب اوكي يلا تصبحوا على خير اشوفكم على خير ان شاء الله يوم الحد الجاي تصبحوا على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة